تلوح وتقول وتكتب وتصر وتؤمن وتدغي أنك محامي الشيطان وتريد أن يكون هذا عنوانك القادل في وسائل الإعلام وهذا بفضول كبير يدفعني أن أسأل الشيخ غيث التميمي لماذا يستهويك اللعب مع الشياطين الشيخ غيث تسلم لا هو بالحقيقة مو اللعب مع الشياطين لا لا إنما محامي الشيطان هي رمزية للأشخاص الذين يقولون الكلام اللي ما نحب نسمعه يعني مثل شرط المرور من يقصلك تكت وإنت تنتبه يتباوع إنه فعلا أنت مخالف أو مثل طبيب من يطيك وصفة وإنت تتباع للوصفة بها عقوبات بس أنت مجبور لأن أنت مقتن عدت مخالف ومحامي الشيطان هو هذا الشخص اللي يبلغك بالأخبار المزعجة بس اللي أنت لازم تسمعها فهو مو شخص يلعب مع الشياطين على العكس تماما إنما هو الشخص الذي يقول أن في حينا شياطين في حيكم شياطين وما الذي يجبرك أن تسكن في هذا الحي؟ في حينا مو في حيكم في حينا يعني أينما تكون أنت أيها الإنسان اعلم بأن في حينا شياطين عندما علمت أن في حينا أو في حيكم شياطين لماذا قررت أن تكون محاميا عنه؟ وهل يستحق الشيطان أن يدافع عنه أحدا؟ يعني شوف إذا نرجع لرمزية الشيطان بالأديان فهي ترمز لأقرب الملائكة من الله واللي هو أصلا هي قصة الإيمان كلها عبارة عن نوع من أنواع التحدي بين عاشق ومعشوق الله والشيطان الله يقول له بني آدم راح يصيرون زينين ويتبعون الوصية مالتي وهو يقول له ما راح يطيعوك وراح يقتلون ومارسون الجريمة ويعني الفعل المشين وأني ما أسجد لهم أبقى أسجد إليك بس فقال له يعني إليك تبقى أنت مدى الحياة إلى أن نشوف منه اللي راح تتحقق نبوءته بالأخير طبعا هو الشيطان ما يوضع نفسه حسب الدين في مقابل الله بس هو يقول لك أنه اعتبر الشيطان هو الشخص المحبط من الإنسان والله هو اللي راهن على قوة الإنسان وإيمانه هي شيء القصة أصلا بالتوراة وبالقرآن الكريم وبالإنجيل بس الأهم أنا حتى مو هذا الموضوع أنا أتحدث عن الشيطان اللي أقصده بالمعنى الصحفي وهو الشخص الذي يقول ما لا نحب أن نسمعه ولكن ضروري أن نسمعه بمعنى أني أدافع عن الأشياء التي تتم شيطنتها من شياطين الإنس ويقولون هاي سواها إبليس أبدأ قل لهم لا ما سواها إبليس سواها فلان وفلتان وفلتان وفلان تاريخ وهذه الوثيقة هؤلاء وكلاء الشيطان في الأرض أرجع أقول لك الشيطان الله شخصيا ما حكم عليه فإنت ما تقدر تقول عن الشيطان أنه حكم عليه من قبل الله لأن الله قال له تبقى إلى يوم القيامة فالله يبقى إلى يوم القيامة راح يعرض البشرية ويشوف النتيجة راح تطلع ومن القيامة لك البشرية راح يطلعون جماعة الله جايز البشرية يختارون الشيطان وينتصر على رب العالمين يعني قصدي وفق السردية هذا هو التحدي بالنسبة للمؤمنين أنه ما تنتصر سردية الشيطان بمعنى أنه الشيطان اللي قال من البداية أنه الإنسان خطاء لازم ما ينتصر والإنسان يكون بيرفكت فهي اللعبة بالحقيقة مو لعبة الشياطين بالمعنى الشعبي الآن أو بعبارة أخرى في هذا البرنامج أو هذا النوع من الصخافة سيكتشف المواطن العام أن من يسميهم شياطين قد يكونون ملائكة وإن من يسميهم ملائكة قد يكونون شياطين